حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة هذا هو الغرب يعود إلى مبادئ الإسلام دائما في كل شيء فمن آخر الدراسات العلمية ما يتعلق بسن التقاعد وهو قانون غير إسلامي ثبت علميا أنه خاطئ تأملوا معي أيها الأحبة عندما بدأ الغرب ثورته العلمية أراد أن يضع تشريعا يضمن سلامة ورفاهية الناس فحدد سنا للتقاعد عن العمل ستين خمسة وستين سنة إلى آخره طبعا هم يظنون أنه من خلال هذا القانون أنهم يخدمون البشرية لضمان السعادة والوقاية من الأمراض النفسية والجسدية ولكن هل يتفق هذا التشريع مع ديننا الإسلامي؟ طبعا لا إننا كمسلمين للأسف أخذنا هذا التشريع من الغرب وطبقناه وتركنا الهديا النبوي والقرآنية الكريم ماذا كانت النتيجة أيها الأحبة؟ تأملوا أيها الأحبة أولا الإسلام ليس فيه سن تقاعد عن العمل بل يبقى المسلم يعمل حتى آخر لحظة من حياته الله تعالى يقول مثال يعني وعبد ربك حتى يأتيك اليقين اليقين هنا هو الموت لا تتوقف العبادة مستمرة حتى لو كنت على فراش الموت النبي صلى الله عليه وسلم بقي يعمل ويمارس جميع نشاطاته في الدعوة إلى الله في جهاد المشركين يعمل كقائد سياسي وعسكري ومرشد اجتماعي للأمة حتى لحق بالرفيق الأعلى لم يتوقف لحظة عن العمل لأن الله تبارك وتعالى أمرنا أن نعمل قال عز وجل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون إذن العمل مستمر حتى لقاء عالم الغيب والشهادة هو الله سبحانه وتعالى الغرب أيها الأحبة خالف هذه السنة الإلهية وقال بأنه على الإنسان أن يستريح من العمل بعد سن محددة ليتفرغ للهو للعبث لغير ذلك وسبحان الله اليوم رجعوا إلى تشريع القرآن واعترفوا بأن سن التقاعد هو خطأ ينبغي العدول عنه وأن هذا القانون سبب الخرف للكثيرين ممن تقاعدوا عن العمل بعد سن الستين كما سبب لهم العزلة الاجتماعية والكآبة وبعض الأمراض الجسدية الآن أيها الأحبة سوف نستمع إلى الإثبات العلمي دراسة أمريكية جديدة نشرتها المجلة الدولية للصحة المهنية تؤكد أن الأشخاص الذين يعملون بعد سن التقاعد تصوروا أيها الأحبة دراسة علمية بالأرقام الأشخاص الذين يعملون بعد سن التقاعد يتمتعون بصحة أفضل مقارنة مع غيرهم من المتقاعدين الذين لا يعملون تصوروا أيها الأحبة تؤثر على الصحة هذا العمل بعد سن الستين مفيد للدماغ تقول هذه الدراسة التي صدرت عن الرابطة النفسية الأمريكية إن الأفراد الذين يعملون بعد بلوغ سن التقاعد في مهن مؤقتة أو وظائف تتطلب العمل بدوام جزئي يعانون بدرجة أقل طبعا من المشكلات الصحية ويتمتعون بحيوية أكبر مقارنة مع المتقاعدين الآخرين طبعا فريق الدراسة ضم مختصين من جامعة ميريلاند الأمريكية الشهيرة يقولون إن مرحلة ما بعد الحياة المهنية تشكل ما يمكن تسميته بالجسر الوظيفي حيث يعمل الفرد في هذه المرحلة في وظيفة بدوام جزئي أو وظيفة مؤقتة أو لحسابه الخاص وهي مرحلة يرى الفريق أنها قد تشهد تزايدا متسارعا في ظل الركود الاقتصادي الذي يشهده العالم اليوم الدراسة تقول أيها الأحبة إن الأشخاص الذين عملوا بعد تقاعدهم ضمن مجال مهنهم السابقة أظهروا تحسنا في الحالة النفسية لديهم فيما لم يرصد يعني عند غيرهم أي تحسن ممن تقاعدوا وجلسوا طبعا الباحثون يقولون إن حاجة الإنسان إلى العمل مهمة جدا لأن خلايا الدماغ تعودت على نظام عمل معين عندما تتوقف عن هذا العمل هناك خلل يحدث في هذه الخلايا مما يؤدي إلى ظهور أمراض الزهايمر أو الخرف وغير ذلك طبعا ويؤكد الباحثون على أهمية اختيار جسر وظيفة مناسب يعني بعد أن تبلغ سن التقاعد ينبغي أن تبحث عن عمل مناسب لك طب لماذا هذه اللفة؟ لماذا لا يبقى الإنسان يعمل ما دام نشاطه جيد وقدراته العقلية جيدة ويستفاد من خبراته؟ لماذا نجعل هذا الإنسان يتقاعد ثم نقول له ابحث عن عمل آخر لقد بدأت ظاهرة انتشار خرف الشيخوخة تكثر في الغرب وهي ما يطلقون عليه مرض الزهايمر في هذا المرض أيها الأحبة يفقد المريض بعد سن معينة ذاكرته طبعا لا زالت أسباب هذا المرض مجهولة تقريبا بالنسبة لكثير من العلماء ولكنهم الآن أيها الأحبة يحاولون أن يعني يدركوا أسباب هذا المرض يدركوا ما هي الأسباب وراء هذا المرض وكيفية الوقاية منه دراسة بريطانية وجدت ارتباطا بين تأخير سن التقاعد من العمل وتأخر ظهور أعراض مرض الزهايمر أو الخرف الشيخوخة وأن الاستمرار في العمل بعد سن التقاعد قد يساعد على تجنب المريض هذا المرض بحسب صحيفة الڭارديان البريطانيا إن إبقاء الدماغ نشطا في وقت لاحق من العمر يبدو أنه يقلل من فرص الظهور المبكر لمرض الزهايمر وهذه الدراسة شارك فيها 382 رجلا من الذين يعني تحتمل إصابتهم بمرض الزهايمر حيث وجد الباحثون ارتباطا ظاهرا بين التقاعد المتأخر وتأخر ظهور أعراض المرض أيها الأحبة دققوا أيها الأحبة يعودون لتعاليم الإسلام الدراسة العلمية أثبتت أن سن التقاعد هو خطأ بشري هذه الدراسة هي جزء من مشروع بحثي واسع جدا شارك فيه 1320 شخصا مصابون بالزهايمر وقادها فريق بحث من معهد الطب النفسي بكلية الملك بجامعة لندن وطبعا نشرت حصيلتها مؤخرا نشرت طبعا في دورية المجلة الدولية لطب الشيخوخ النفسي طبعا هذه الكلية الملكية في جامعة لندن قامت بهذه الدراسة بعدما وجدت حالات خطيرة جدا وازدياد هائل في أعداد الذين يعانون من مرض الزهايمر ويقولون على نقيض نتائج أبحاث سابقة لم يجد الباحثون هنا ارتباطا بين مستوى تعليم المشاركين أو نوعية الأعمال والمهن التي يمارسونها وبين مخاطر احتمالات الإصابة بلزهايمر لكنهم دققوا أيها الأحبة وجدوا أن الأشخاص الذين تأخروا في التقاعد يعني أنت أخر سن التقاعد بدلا من أن تجعله 65 أو 70 هؤلاء الذين بقوا يعملون حافظوا على قدراتهم العقلية لفترة أطول من أولئك الذين تقاعدوا وجلسوا وطبعا هنا أيها الأحبة مستشار صندوق أبحاث مرض الزهايمر وهو الدكتور سيمون لفستون يقول إن التنشيط الفكري الذي يحصله المسنون في مكان العمل قد يحول دون تدهور القدرات العقلية وبالتالي يبقى الناس بعيدا عن المرض لفترة أطول طبعا هذا الباحث يعتقد بضرورة إجراء المزيد من الأبحاث لفهم هذه الآلية لماذا الذي يبقى يعمل حتى نهاية عمره يحافظ على شبابه على صحته العقلية طبعا من ناحية أخرى تشير الرئيسة التنفيذية لصندوق أبحاث الزهايمر الدكتورة ريبيكا وود تشير إلى أن أناسا يعمدون أكثر من أي وقت مضى لتأخير سن التقاعد لتجنب الضائقة المالية ولكن هذا طبعا يشكل جانبا مشرقا وجيدا لعلاج الزهايمر والوقاية منه وتقول هذه الباحثة من الضروري إجراء المزيد من الدراسة والتقصي لعوامل كثيرة جدا بحيث أنك تستنتج لماذا العمل مهم بعد سن التقاعد وقد يكون من الأفضل إلغاء هذا السن أو تأخيره حتى طبعا أيها الأحبة المؤلفو هذه الدراسة يحضون على النظر في إمكانية تغيير طبيعة حياة التقاعد أو المتقاعد يقولون إن التقاعد أكثر تحفيزا عقليا بمرور الوقت يعني سن التقاعد هذا أيها الأحبة إذا تم تأخيره يحفز العقل ويبقى الإنسان يعمل دماغه لفترة أطول طبعا إن بيانات الدراسة تشير إلى استمرار الأثر الإيجابي للأنشطة الإدراكية المعرفية في مراحل العمر اللاحقة إذا بقي الإنسان يعمل إذن هناك علاقة أيها الأحبة بين العمل وبين صحة الدماغ طبعا الإحصائيات تشير إلى أنه من المتوقع أن يصاب مليون شخص في بريطانيا بصور مختلفة من مرض الزهايمر خلال السنوات العشر القادمة أعداد هائلة جدا أيها الأحبة لذلك يعني نقول أيها الأحبة الإسلام لم يحدد سنا للتقاعد لماذا؟ لأن الرجل ما دام يؤدي وظيفته بشكل جيد ويؤدي عمله بكفاءة عالية لا داعي للاستغناء عنه أيها الأحبة لأن ذلك سيضر بدماغه وسيجعله يلجأ إلى دور العجزة وسيكلف الدولة أكثر تصوروا أيها الأحبة لذلك أيها الأحبة يعني هذه التعاليم هي ما أمر به الإسلام أن تبقى في حالة عمل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بالله عليكم أيها الأحبة هل أنتم من تنادون بالعلمانية؟ كيف تسير وراء العلمانية إذا كان العلم يقول لك إن التأخير سن التقاعد شيء جيد والإسلام ليس فيه سن تقاعد أيها الأحبة لأنه حريص على الإنسان لأن الذي أنزل تعاليم هذا الدين هو أعلم بعباده وأعلم بما يصلحهم ومن ذلك قول الله لحبيبه عليه الصلاة والسلام ولكل المؤمنين من بعده واعبد ربك حتى يأتيك اليقين النبي كان يجاهد حتى آخر لحظة من حياته كان يعمل كل الأعمال التي يقوم بها في شبابه يعملها حتى آخر لحظة في حياته لا يوجد في الإسلام تعطل عن الحركة الإسلام كله نشاط أيها الأحبة لذلك نختم ونقول ماذا نستنتج من هذه الدراسات العلمية نستنتج أن العلم يأتي مطابقا للإسلام إذن أيها العلمانيون إذا أردتم أن تتبعوا العلم والحقائق العلمية عليكم أن تتبعوا القوانين التي وضعها الإسلام وجاء بها هذا الدين الحنيف فهي العلاج لأمراض هذا العصر نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق